ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفقرة الصحة والرشاطة واللي كتير من المشاهدين بيستنوها علشان يتعرفوا على أسرار الجسم الصحي والمثالي النهاردة منوارني في الستوديو دكتور أحمد نوبل أخي الصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة وحنتكلم مع بعض في موضوع جالي أسئلة كتير جدا عليه على صفحة البرنامج وهو الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون ده اللي هنعرفه من دكتور أحمد منوارنا دكتور النور حضرتك ايه المواضيع دي؟ مواضيع قوية الناس ما شاء الله ما شاء الله عندها من الثقافة حقيقي بجد والله أنا مبسوطة أنه فيه ناس بجد فهمة وبدأت يعني بعدها ثقافة التغذية الصحيحة والصحية فالسؤال ده أصل سؤال ما يستقلش إلا من حد يعني خاص جدا ومش أي حد إلا يكون انفولفت بجد في الموضوع صح جاوبنا بقى على السؤال ده دكتور بجد عشان بيحير ناس كتير في الأول احنا زمان كانت الناس بالنسبة لها تعرف انها خاصت ولا ما خاصتش لها فعل ميزان كويس صح وده فكر خطأ بشكل غير طبيعي بدليل مثلا إنسان رياضي أنا مثلا قعب كمال أجسام ووزني 80 كيلو كويس هل لو 80 كيلو دات على شاب تاني مثلا في دهون هبقى نفس الشاب لأ أكيد مختلف فبالتالي الموضوع مش عملية ميزان أبدا تمام عملية عملية ايه هي اسمها إن بادي يعني بالعربي إن بادي داخل جسمك مظبوط جسمك داخله ايه داخله دهون داخله عضلات داخله مية داخله عضم كويس فالإن بادي هو اللي بيقولي أنا خسي الدهون ولا لأ فبالتالي أنا ترجيتي عشان أعمل دايت وأخس هو تخسيس الدهون صح إيه رأي حضرك لما أنا أديك دايت وتلاقي إن محتوى العضل بتاعك نزل مش كويس تشتبي سعيد صح وهو ده دايت الغلط الناس اللي بتمشي على دايت صغلط إلا أنا عايز أحرق على الميزان وخلاص مش مهم أنا أحرق صح ولا غلط إيه رأيك مثلا أنت ماشيتي معايا كدكتور ولقيت نفسك في يوم وليلا خسيتك خمسة ستة كيلو يا سلام هقول هايا زلتك مية طبعا لحكت عليك جيت شربت المية بعد كده اتعبت تاني ودي وسيلة على فكرة دايت كترة أنا فاهم في ناس ما تبقاش عندها ضمير بالضبط كده فالعملية مش مجرد نزول وزنة على الميزان خالص إيركروني دايت الميزان دايت الجنب تماما يا بعدي عني خالص تماما أنا عايز أعرف جسمك بيتكون من إيه والحاجة الحلوة زي البروتين أعليها كويس زي العضلية والحاجة الوحشة زي الدهون أقل لها فبالتالي دلوقتي احنا منظرنا اختلاف من مجرد اللي احنا بنبص الميزان لجهاز بيرالي اللي هو الاسم الين بادي طيب يعني دلوقتي بقى واحدة عايزة تعرف هي خاصة الدهون والعضلات تعمل إيه تماما بصنا احنا والحاجة احنا في شركة كونتورجة فورما شركة عندنا بتقدم حاجتين خدمتين متويزين لبعض كويس فيش حاجة تغني عن حاجة احنا معنا منتج اسمه انا سيلي مدراتي هنجيب كلام فيه تمام والمنتج الثاني هو منتج الدكاترة اللي بتتابع معنا كل بساطة احنا شركة ارقام ظهر على الشاشة حضرتك كلمتين عايزة تخصي انا كدكتور هطلب منك انبودي كويس انبودي ده جهاز حضرتك بتروحي تقسيلي فيه تعرفيلي محتوى المياه زي ما قلت محتوى العضوات اول جهاز فيه كل الحاجات يا جماعة وبيس كل الحاجات دي ارقام انا كدكتور بروح امسس في الارقام دي والله عندك الدول مثلا خمسين كيلو لأ عايزة نزيلها تمام عندك العضلات عشرين كيلو عايزة ازود ليه انا بالنسبالي لما بزود في العضلات بيفيدني في حاجتين اول حاجة بيرسم الجسم بيعمل بادي ري شيبينج اللي هو الشكل الحلو اللي اللي سكلها عايزة تاني حاجة المحتوى العضلي لما بيزيد في الجسم بينشط الجسم للحرق كويس قوي بكل بساطة العضلات هي المكنة بتاعة الحريق هي اللي بتحرق في الجسم فكل لما العضلات تزيد كل لما المكنة ديت حرقت افضل كل لما الميزان اتجان معي بسرعة كويس جدا حلو كده الموضوع فانا اول حاجة هطلق منك تعمليني ان بادي وحطلق منك شوية اسئلة تانية انت بتمليه استمارة انت بتمليها اسمك واسنك وعنوانك تاريخ المرضي عندك سكر عندك ضغطة عندك غدة عندك مع دهون كتير مع ألياف عضلية قليلة لا خلاص انت كده الفترة الجاية ها قطي لك ضغطة عندك ضغطة عندك وزود لك نسبة البروتين في أكلك كويس بروتين زي لحمة فراخ سمك بيض كل الحاجة اللي فيها بروتين دي ممكن توصلي معايا النقطة في الميزان ان انت بتزيدي بتسفرحانة انا واحد من الناس خلينا مثال على ارض وقما جاب صور لها زمان ستتعرض دلوقتي وانا بتكلم على التلفزيون والله انا هشوف انا كنت مئة وعشرين كيلو من مئة وعشرين كيلو نزلت 60 كيلو ده كانت خسارة دهون بشكل غير طبيعي انا تقريبا صفيت نسبة الدهون في جسمي هيني صور ده عليمين ده كان قابل ده انسان تاني خالص واحد بكرشي صعب قوي وهنا كانت 60 كيلو بالزبط انا جيت عن 60 كيلو حصل لنوع من الارضاء النفسي بس كان اللي شوفني يقولي انت عايز تزيد انا لو كلت ممكن ازد دهون نفس الشيب الاولاني او حتى ارجع 80 كيلو بس شكلي مش حلو لان الموضوع الاول في الاخر مش ميزان زي ما احنا قلنا الموضوع الشيب فانا اخترت انا برده استخدم الانسيليم وانا بزيد عشان اوصل ل 80 كيلو بس صافي عضلات شكلي ألبس اي قميس شكل فيه حلو ألبس اي تي شيرت شكل فيه حلو عشان تاكل المفيد بس الانسيليم يخصصني ويزودني انا سيليم هو العمود الفقر اي دايت في الدنيا بكل بساطة اي انا سيليم الاول نعطيه تعريفه بعد كده ازاي نوظفه انا سيليم هو عبارة عن الياف ربنا خلق لها طبيعة سبحان الله لما بتشوف المياه بتزيد وتعمل بلونة معده انا بخدها قبل الوجبة بتاعتي الرئيسية اللي هي وجبة الغداء بنص ساعة بجيب الكيس على كبات مية وبشربها بعدها بشرب كبايتين مية خلال نص ساعة دية بتبدأ المعدة يحصل فيها بلونة في المعدة فبتملى تقريبا من ثلاثين لثلاثة اربع حيز المعدة فباقي بس ايه ربع المعدة ده اللي يستقبل التغذية سواء الاكل او الشرب طب انا الربع دوت لو سبتك عشان كده انا قلت في الاول ترجاع في اول كلمة انا قلت انا بقدم منتجين منتج اللي اسمه الاناسيليم مع الفريق الطبي لو سبتك تاكل الربع ده اي حاجة مش هتوسط للشيب اللي اي حد يتمناه فبتلي انا بعين معك دكتور يحط لك بقى السيستم اللي زود لك بالالياف العضلية يقول لك بقى هتاكل ايه كمان بالضبط ليه انا عايز تزود لك الالياف العضلية بسببين اللي قلتهم ليه بقى شكلك حلو شكلك قوي بس مش قوي بضهون قوي عضلات شكلك وكلمة عضلات دي مش اللي رجلة بس افكرة اي 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 والسيدات كمان انا عرف اللحب بيحبوه تمام شكاية ممكن تلاقي حد بيخس بس شكله بقى وحش بس في انتراجت استحالة تلاقي حد بيخس وشكله بقى هزيل خالص انا حتى اليوم لما كنت ستين كيلو هنا لانا شكله مش هزيل شكله حلو برضو ففكرة انه دكتور يحط لك السيستم اللي انت تاكل وتشبع فيه بس تاخد بروتين فبالتالي قليفك العضلية تزيد فالدكتور الموضوع يبقى بالنسبة له اسهل ان حرقك كمان بيعلى فتوصل انت الهدفك بسرعة ومش توصل الهدفك وانت عندك أنيميا ولو انت شكلك وحش ولا انت عندك الانسولين وقع وبين كريسك باز ولا كل الكلام ده خالص ده حاجات مهمة قوية طبعا مش كده مفيش حاجة يسميها ورقة ما شاء الله انت خزيتي جدا ما تجيبي الورقة ليها انش عليها ده مش عندنا الكلام ده انا عندي في الشركة ده كاترة كامل متعين كل جسم غير التاني يا دكتور وحرق غير التاني ومقاومات غير التاني كل حاجة لان كده احنا مش عين دكتور يعني مجموعة ده كاترة كل دكتور متخصص مثلا انا شاطر مع مرضى السكر انا شاطر مع مرضى السكر غير مختص بمرضى الضغط غير مختص أطفال لان اسلم مهم جدا اننا ندخلنا على المدارس للأطفال فهي منظومة كاملة لما تجينا بتكلم ان شاء الله نتكلم عن الاطفال عشان هتبقى خلاص كله دخل المدارس حاجة مهمة جدا جدا محيط الاطفال ده كريتكال قوي بالذات اللي احنا عاملين مبادرة مع مبادرة رئيسية للاهتمام بصحة الاطفال هنتكلم فيها ان شاء الله الحلقة جديدة هبقى معاكم في المبادرة دي ده حاجة شرف لنا فان احنا في الأول في الاخر انت في الأول انا اتكلمت كلام كتير وفي الاخر احنا ربطنا مع بعض الانسيليم ادورو احنا قلنا اللي هو بيملى المعدة فبالتالي باب يخلكش تجوع طب انا لمش بديك انا سليم بس عشان مش عايز جسمك يقع انا مدي معاك دكتور يبدأ الربع اللي في المعدة اللي فاضل ده يملهو لك صح عشان لما تخس تخس بقوة طب ناخد دينا ونرجع نستكمل مع حضرتك معانا دينا اهلا وسهلا اهلا بيك ازايك 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 يا داندون اتفضالي حبيبتي انا الحمد الله تمام ازايك يا دكتور ازاي حضرتك الاخبار عامل ايه الحمد الله تمام انا دينا عندي 23 سنة خدت الاناثليوم بس خدت اقراف فالصراحة هايل جدا وانزلت تقريبا عشرة كيلو قولي ان كنت كام وطولة كام يا دينا وانزلت في قد ايه عرفينا كده التفاصيل انا مكنتش منتظمة قوي لان انا مهملة جدا الصراحة وخدت مثلا حوالي مثلا ثلاث شهور نزلت عشرة كيلو كنت تمانين دلوقتي انا سابعين وانزلت مكملة معهم والنقاط بتاعتهم هائلة جدا بحث فرق كبير قوي 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 وكات مشكلتك في الشهية للي كتير الوقت وكات مشكلتك في الاوقات الغلط انا مشكلتك في الاوقات الغلط والحلويات انا وعاصقة الحلويات ودلوقتي لا انا 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 اقدر اكملها كلها اوكي يا حبيبتي بيعمل فعلا على سبت الشهية بدرجة كبيرة جدا انتي متابعة مع مين يا دينا متابعة مع دكتور نرمي متابعة مع دكتور نرمي بجد دكتور نرمي بجد دكتور نرمي جدا واي سترمي جدا يعني فيه تواصل على طول طول الوقت صح اوه على طول بيتابعة معي وكل اصبوع بوضن وببعث لها وهي صراحة شخصية متابعة جدا 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 وقوي يعني طيب انتي اي رأيك في النظام الونلاين ده حسام مريح بالنسبة لك عن الزيارات اللي ممكن واحد يروحها للدكتور اوه مريح جدا بالنسبة لناس كتير بتبقى ما بتقدرش على التواصل من خلال العيادات صح كده بالضبط كده طيب يا حبيبتي عايزة تضيفي اي حاجة يا دينا لا انا عايزة بس يعني استمروا في الموضوع بجد لان هو فعلا حايل جدا يا حبيبتي مرسي ليك وشكرا لمدخلتك يا دندون مرسي وان شاء الله تكملي على خير حبيبتي هاي بتقول انا مش منتظمة شوف هي على عدم انتظامها بردو نزلت عشرة كيلو هي حتى انتظامها جايب انتك حلو اوه عشرة كيلو على ثلاث شور ده كويس ان ثمانين كيلو هي ما عنداش دون كتير فبالتالي هي بتوزبط شب بقى جسمها حينا الصغيرة بقى اللي هي ايه البطن الصغيرة ديت بنسميه فاين تيونينج اللي هو بقى التثبيت الأخيرة ديت ايوه فبالتالي مش عايز ميزان موضوع الحلقة مش عايزك تبقي ثمانين سبعين انت لو ثمانين بقيت ثمانين بس نزلت محتوى دهون وعليت العضلات انا كده ممتاز جدا 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 انا فرحان طيب في ناس بتسأل هل ممكن تنزل لتنين مع بعض طبعا طبعا الاوزان الكبيرة ايوه بتلاقي الموضوع سريع قوي انا عندي دهون كتير فالجسم بيحلق كتير فبتلاقي فعلا الميزان بينزل طبعا انا مش بكلم ان الميزان مش برامتر خالص يعني ماخدش بيه خالص بس في نقطة معينة زي الحلل اللي معانا ديت انا عندي مش مشكلة ان اتخذ عشر كيلو في ثلاث شور خالص بالعكس انا سعيد جدا لان انا عارف دي انا بزبط لها اللي هي الرطوش الاخيرة انا بطلع بقى انا رسمت اللوحة ولو انتهى وفي الاخر بس بحط على توقيعي اوكي فهي دي انا التلاث شور دي انا بس بحط التوقيع اللي في الاخر ده بس انا واحد من الناس مثلا من مئة وعشرين لستين كيلو انا كان عندي محتوى دهون كتير اوي فانا كنت ممكن كل اسبوع بلاي نفسي اربعة كيلو خمسة كيلو كنت بجري شيء طبيعي جدا جدا ليه فيه دهون كتير الجسم يحرق منه بس واحد ما عندهوش دهون كتير فالجسم لما بيجي يحرق ما بيلاقيش يحرق منه كتير بيبدأ يحرق من السكر شوي طب عايز دهون اكتر عايز تقا اكتر فيبدأ بقى يدور على الدهون اللي هو شايلها لوقت عوزة شين كنت تلاقيه بعد كده السؤال بقى اللي كان اقوى المقاسات هتلاقي المقاسات دي هاي بقى الدهون هتلاقي بقى البنطلون فعلا مقاساته اختلفت الدرعات فعلا مقاساته اختلفت هش كده الموضوع كل حالة مختلفة كاملا طب لما يوصل بقى اللي هو عاوز يا دكتور وعايز يحافظ على الكتلة العضلية بتاعته بقى يعمل ايه؟ عشان ما ينزلش منها كتلة عضلية يعني ينزل دهون بس برضا هنستخدم ان سليم ولي كل بساطة مفيش حاجة اسمها ثبت يعني مفيش حاجة اسمها دكتور عشان الموضوع ده بسمعه كتير احنا كلمنا فيه قبل كده بس مكلمنش عنه باستفاوض دكتور يعني ايه 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 انا عايز اثبت يعني ثبت كنا نميش معينا فى الدنيا يعني طبيعي ستلاقي نفسك او اسبوع اثمان ومترجع تانى هكذا اه طبعا انا دلوقتي اصلت عز النتاء لو قم لت بقى هاتم اهم لجد نفسك بعد اسبوعين زيت الخمسة وستين طب انا عايز انا نزل خمسة كيلو رجع تاني لأن سليم اللعبة هوا طعمه حلوي دكتور بالأننس طعمه محلوي جدا حتى لو للأطفال هاي بقى مش طعم على خلاص بالعكس ده يعني لو أطفال يقولك انا عايز العصير عايز العصير الأنس ما روش طعم وحش بالعكس ده الأطفال تحب تاخده مرة واثنون ترتا واربعة وخمسة الموضوع حلو قوي 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 فنرجع لنقطة الكسافة العضلية انا بقى استخدمته ازاي وانا بزود محتوى عضلي انا عايز اخد بروتين فقط ايش فقط 100% يعني انا عايز في خدار اكيد حاجة تاني اعلى هي البروتين هي البروتين البروتين مش بوهش بقى يعني اكتر كلمة بنقولها بعد اكتر السمك بيتهضم بسرعة ساعة وحدكوة تانية صح؟ طبعا دي مشكلة انا كنت بواجهة طب انا باكل سمك مثلا انا ليه بدي المثال ده السمك بطبن بسرعة جدا الناس تفهمه بصح صح قالت اكلت سمك طب انا كمان ساعتين طب انا جعد لو انت اخد انا سليم قابل السمك بنصف ساعة وجيت اكلت سمك السمك تطبن بسرعة انت حاسس ان انت مش جاعين بعدها انت خلص انا سليم مال البلج حلوة هتيجي بقى لدكتور احمد هو قريدي كمان ساعتين مديلك تفحية ساعتين بعدها مديلك بيضة ساعتين بعدها مديك واجبة بالليل فيها جبنة قريش طب ليه جبنة قريش عشان فيها كازين والكازين ده نوع من انواع البروتين اللي بيمتص ببطء انا مش لازم احكي لك كل القصة دي انا بقول لك بكل بساطة انت هتقوم الصبح هتاخد كازا بعدها بساعتين كازا بعدها بساعتين كازا 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 انا بقى محدد الكازا كازا ده على اي اساس على خطة انا رسمها انت مش هتتعافيها خالص لالحالة بتاعتك اللي انت كتبت هالي في الابليكيشن اللي انت بتابع معيك او كويس او الكابت مش هينفع مع القصة دي مش هينفع دينه محتوى البروتين عالي الكلا عندك كنترولد ولا بتغسل فيه برامتر كتير مش هيتطمنك ان انت تتابع معنا غير بالمحتوى الدكاترا اللي احنا بنقدمه لك عشان كده فيه تخصصات في الدكاترا يعني انت تارجت عندها محتوى للدكاترا ولكن في كل التخصصات طبعا مستفان احنا ليه ماركت ليدر او ليه احنا شركة رقم واحد في مجال التغذية في مصر وده مش هنالا بقولوا احنا عندينا عشر تلاف عميل ليه وصلنا للنقطة ديت انا لو بقدم منتج من المنتجات كتير المرخصة ايوه فهم حفظة مهمة جدا النقطة ديت منتجات المرخصة المحترمة كتير الحمد لله احنا ليه افضلهم احنا ليه رقم واحد عليهم عشان احنا مش بنقدم منتج بس احنا بنقدم منتج مع منتج من الدكاترا اللي يتابعك وانت قاعد في البيت بكل سولة كل اسبوع بتابع تاكل كذا متاكلش كذا تشرب كذا متاشربش كذا عمل لي تحاليل عنده مشاكل في الفشل كالوي دي ممكن يتابعك معك يوميا حضرتك انت هدفك ايه؟ طبعا ننزل بطولة ان شاء الله في مرة حاجبك صديق شخصي ليه ده بطل منتخب مصر كمال اجسام ماشاء الله ده بيلعب منتخب مصر كمال اجسام وبياخد اناسلم طب ليه ده انت رجل عايز تزيد على طول بس ده نظامه الغذائي صعب الابعد الحدود ده عايز يأكل 7-8 وجبات كلها بروتين والكارب بداخل بشكل معين وسمبل قصة كبيرة جدا اناسلم ليه دور عظيم عافية ده بتكلم مش لاعب بقى كمال اجسام ده لعب منتخب مصر كمال اجسام ومع ذلك بيستخدم اناسلم فهو ان الموضوع تضافر جهود كبيرة جدا منتج محتوي منتج محترم مع دكتور يقدر يوزفه صح وفي الاخر حد بيسمع الكلام طب دكتور معاشرة بنسمع موضودة كتير ممكن بتحسن لنا الجدال فيه نسمع ان فيه مشروبات بتساعد في الحركة حقيقي الموضوع ده اولا سنين هي ايه لو فيه فعلا مشروبات بتساعد بجد في انها تشغل حتى الناس اللي بيبقى عندهم ساعات كسل في الغضة الدراقية يعني الحرق بيبقاش برده بالنسبة كفاءة بتاعته المعطية هل انا جاوب عليك بصراحة؟ لا مفيش الفة جنزبيل كل الخلطات العطرية مكانش حد غلوب لا وكمال بتأثر على مرضى الضغطة بتعلي ضغطة يعني لازم نبقى برده بالشكل المعقول خلال حتة اعلى كل بساطة بسهولة طبعا من عشان كتا حبيت اسألك الموضوع علمي احنا بنا نعمل الكلم بالعلم احنا بدي بقى تركاز غيره في العلم احنا دكتور بنفكر ازاي اي مادة فعالة في الدنيا بتبصلها بحاجتين اسم المادة وتركيزها تركيز مهم جدا يعني الانتي بيوتك مثلا في منه 1000 جرام لو واحد جرام ينفع حضراتك ترح تاخد 256 متاع الاطفال وتقول انه سيجب معي نتيجة كبير صح كده؟ طبعا الارف والجنزبيل نفس القصة كمادة فعالة تخصص بس كتركيز مش هيمل اي حاجة وعشان توصلي للتركيز ده محتاجة كميات عالية جدا يعمل حاجة اسمها مستخلص المادة المثال الواضح والصريح بزور السليم بزور موجودة تمام بزور طبيعية بزور طبيعية موجودة عند العطار مش هتديك التركيز اللي جسمك محتاجه عشان تشتغل كل بساطة يعني احنا بنسمع على طول مثلا ان البانجر مثلا فيه مددات اكسادة ليه مثلا واحد عنده خراك في درسه ما يكلوش أربة خمس بانجرات لان التركيز بتاع نجدالها هي افكتة مع الحالة بتاعته خالص عايز تنى بانجر عايز تنى عشان توصل لكابسولة مين في دمين هيوصل لكابسولة فهو الموضوع مادة فعالة وتركيز عشان كده هذا علم الادوية احنا عندنا في كلات صدنا حاجة اسمها كوجنزي علم مستخلصات النباتات الطبية يقول لك ان النبتة فيها مادة فعالة عظيمة جدا كيف تستخلص المادة الفعالة يتبقى على تركيز عشان تدي فعالية فده قول موحدا تقول لنا بقى طرق التواصل والصفحات عشان اصدقائنا احنا عندنا ثلاث طرق للتواصل الاركام اللي ظهر على الشاشة من اول الحلقة تظهر دلوقتي بردو تكلمونا على التليفون او على الواتساب هتلاقي الدكتور اللي انا بأكد عليه من المرة المليون الدكتور اللي حيرد عليك اللي حيقدر يحط لك الطريق الصح اهي الاركام ظهرت سواء تليفون او واتساب هايل او عندنا طريقين بردو للتواصل على السوشيال ميديا صفحات الفيسبوك بردو هتنزل دلوقتي صفحة على الفيسبوك باسم انتارجيت فارما باسم الشركة انتارجيت فارما او صفحة باسم حضرتكو صوروها بقى من الموبايل او بص فيها بردو دي بردو صفحة تانية خبير التخزيه انهال حافظ دي الدكتورة اللي بتبدأ توزع المهم على الدكتورة حتى لو حضرتك كلمت دكتورة نالحافظ ومينات الابليكيشن معها هتبقى عارفة انت تتابع مع مين كويس دي بالنسبة لدكتورة نالحافظ وصفحة انتارجيت فارما اخر حاجة الانستجرام ويمكن دلوقتي الناس كلها بتتكلم على انستجرام عندنا صفحة باسم انتارجيت فارما لا دا حاكم نورنا وشرفنا وطبعا اسمعوا لي اشكر ضيفي لشرفني ونورني اليوم دا دكتور احمد نعبل اخصائي تغذية العلاجية وعلاج السمنة شكرا جزيلا لوجودك معي دايما متقلق وربنا يوفقك ومرسين في نموذج جميل محترم يعني يحتزى بي وبيقول كل الحاجات الحقيقية الجميلة ربك دايما نكون بنقدم الحاجة لها ثقة عالية عند الناس اشكرك جدا وبشكر طبعا كل اصدقائي اللي بيشوفوني بيطابعوني من خلال شاشة القناة الاني تحية وحب التخصيص لحضراتكم واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم في حلقة جديدة على الف خير وصحة وسلامة وسعيدة وصلاة وعليكم